نتيجة لهمية هذه الغضية ومغدار التشويه والتضليل الذي تعرض له الوزير والوكيل والوكيل المساعد لإهدارهم للمال العام وهذه المعلومة غير صحيحة جملة تفصيلا اغتضى التنويم بأن في 2014 لم تدفع الفواتير للمرضى الكويتين في الولايات المتحدة الأمريكية مما ساهم بطردهم وعدم علاجهم في المستشفيات المختلفة في كل الولايات مما اغتضى التدخل الوزير والوكيل والوكيل المساعد تدخل سريع بالاتفاق مع شركة أثناء العالمية وهي أكبر شركة تأمين في العالم لتغطية علاجهم وإدخالهم مرة أخرى في المستشفيات لتلقي العلاج بالإضافة إلى أنهم أخذوا الموافقات اللازمة من لجنة المناغصات المركزية والفتوى والتشريع على هذه الاتفاقية كما أنهم في 2015 و2016 وقت الاتفاقية كانت هي أكثر وقت تم توفير على المال العام من السنوات التي قبلها 2014 و2017 وكانت هذه بمقدار يزيد عن ال450 مليون دولار أمريكي وكذلك من المصادفة والمفارغة أن وزارة الصحة قد أعطت براءة ذمة لهذه الشركة نتيجة لأعمالها الجليلها للكوتيين بالإضافة إلى ذلك أن وزارة الخارجية أيضا الآن تتعاقد مع ذات الشركة للتأمين على كل الدبلوماسيين في كل السفارات التابعة لدولة الكويت نحن في هذا الوضع سنقوم بتقديم كل الأدلة والمستندات والفواتير لإظهار براءة موكليننا بالإضافة إلى أن سنرجع لكل من أسائلهم في هذه المرحلة المرحلة